كيفية التكفل بزيادات الرواتب وفق الشبكة الاستدلالية الجديدة هو ما تضمنه مقرر وزارة المالية الذي أكد أن هذه الزيادات تصرف ابتداء من شهر مارس المقبل بعد صدور المراسيم الرئاسية الخاصة بذلك أما فيما يتعلق بالمخلفات المالية الخاصة بشهر جانفي وفيفري فقد أوضح مقرر وزارة المالية أن الموظفين والأعوان المتعاقدين يستفيدون من مخلفات الرواتب حسب الشبكات الاستدلالية الجديدة بعد التعديل الذي بموجبه تم إضافة 75 نقطة في الرقم الاستدلالي الأدنى مع الإبقاء على نفس قيمة النقطة الاستدلالية المقدرة بـ 45 دينار جزائريا المخلفات المالية بالنسبة إلى شهر جانفي وفيفري سيتم تسجدها كذلك بأثر رجعي وفصلت الوزارة في كيفية تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين المستفيدين من المقررات الإدارية للترقية بعدما أكدت على ضرورة تسويتها وفقا للشبكة الاستدلالية الجديدة بصفة استثنائية لاحقا هذه الرسالة المراسلين مجهة إلى المراقبين الماليين على مستوى الوزارة المالية لتكفل بهذه الزيادات دون انتظار المقررات لأن من الفروض المراقبين الماليين لا يستطيعون تقديم أي زيادة إلا إذا كانت هناك مقررات إدارية لإعادة صنيف لمختلف العوان المتعقيدين والموظفين تبقى للشبكة الجديدة وكلفت الوزارة الآميرون بالصرف والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون كل فيما يخصه بالحرص على التنفيذ الصارم لما تضمنه هذا المقرر